حذر المركز الوطني للأرصاد والانذار المبكر من أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية في عدة محافظات خلال الساعات القادمة وقال للمركز في نشرته الجوية نتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خاصة بمحافظات الزمار والبيضاء وعمران وصنعاء وصعدة والضالع وإب مع تشكل الصقيع ثناء الفجر وساعات الصباح الأولى وأن تكون الأجواء باردة على مرتفعات محافظات تعز والأحج وأبيا وشبوى وهضمت حضرمونت والجوف ومأرب والمحويت ورهمة مشيرا إلى أن الرياح ستكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرة وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب ونبه المركز الوطني جميع المواطنين من كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين خلال الليل والصباح الباكر والمسافرين من وإلى المحافظات الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الشديدة البرودة وحث المزارعين على اتباع الارشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربي النحل والدواج حفاظا عليها من تبعات البرودة الشديدة كما حذر مرتدي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرة وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب بين اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة سرعة الرياح